صواريخ روسية سقطت هنا قبل أسابيع ثم رحل الروس عن محيط كييف لكن أثارهم لا زالت بادية للعيان وغير بعيد هنا في هذا السوق يسعى الأوكرانيون للانسيان ما حدث فأرضهم ما زالت تجود بخضار تازجة وبعض من الفاكهة وقليل من الناس يجرؤون على التسوق أليكساندر فر من مقاطعة لهانسك حيث الحرب على أشدها وجاء إلى كييف لعله يجد فيها بعضا من الأمان المفقود في مسقط رأسه أوكرانيا ستظل أوكرانيا وروسيا تعرضت للهزيمة علاقاتنا بالروس ربما ستتأثر خلال القرن المقبل بعد هذا الذي حدث الآن أعيش في شقة مستأجرة بعدما تركت بيتي في لوهانسك لقد دمروا حياتنا وضيعوا أحلامنا المظاهر العسكرية بادية هنا مثل ما هي ظاهرة في مختلف ربوع أوكرانيا لكن رغم حضور العنصرين المدني والعسكري فإن عدد الزبائن يظل قليلا نحاول الرجوع إلى مستوياتنا العادية لكن نسبة الرواج تقل عن ما كانت عليه قبل الحرب الزبائن قليلون لأنهم خائفون من الحرب والحرب تبقى الهاجس الذي يلازم النفوس ويقض مضاجع الكبار والصغار على حد سواء بالرغم من تحذيرات الحكومة الأوكرانية للمواطنين بعدم العودة سريعا إلى عاصمتهم إلا أن أمثال هؤلاء يريدون أن يؤكدوا أنهم يرغبون في عودة الحياة إلى طبيعتها السابقة في أقرب وقت ممكن عبد الرحمن فارسيسكنوز عربية كييف